السلام عليكم كنتمنى تكونوا كلكم باخر وبيئة تم الصحة اليوم غنتشرك معكم طاجين بالسرديل والخوضر بدون ولا نقطة ماء وبطريقة سهلة وسريعة وكي يجيل ديد بثاف انتمنى منكم تجربوه انا متأكدة سيعجبكم وما تنسونيش من لايك وبرتاج الفيديو باش تعمل فائدة وكيف العادة نبدأ بالصلاة على نبينا عليه افضل الصلاة والسلام بسم الله على بركتي الله انتعرفوا على الخوضر اللي غنحتاجوا فانا وريدكم الخيزو او الجازر عندي واحد الخيزوية كبيرة حكيتها في الحكاكة الرقيقة وهناي عندي واحد الحبة دي اللبس بس حكيت النص ديلها في الجهة الغليظة ديال الحكاكة وعندي او تاني واحد جوج ديال الخيزوية متوسطين مقطعين دوائر فاكيد الخوضر ديالي كلهم مغصولين ومنقين مزيان وعندي واحد النص ديال القريعة الخضراء ديك الطويلة المهم اي نوع كان عندكم ستعملوه وعندي واحد البصيلة صغي ورخة ضارية ووحد ثلاثة البطاطات شوية صغر ودنجالة واحدة تهي غنحكها وعندي واحد طريف ديال المكور تهيغنحكه وقصبره مع دنس مقطعين وعندي عصر نصف حمضة وعندي كيلو ديال السرديل وكيبقى للخوضر والسرديل على حسب عدد الافرد ديال الاسرة ديالكم سوف يغسلتو مزيان ونقيتو وخليتو كي يستقطر وهنا بديت كنحك القريعة فالحكا كان رقيقة فهد الخضراء اللي كنحك غنحتاجهم نوضعهم في الطاجين وسط السرديل باش يطيبوا لي يضغية فانا كنحكهم سوف يحكيت القريعة الخضراء وضعتها في الطبيسيلة وسوف نحكي الدنجالة هي في الجهة الغليضة ديال الحكاكا بصراحة هالطريقة كنوكلو لدتنا الخضراء مع السرديل فهي كتجي في الطاجين وسط السرديل بنينا بزاف وما كيعرفوش اشتياكلو وكنستمر فانا اخذي الطريف ديال المكور وبديت كنحكو ودائما نردو البال في الحكاكا باش متجرحوش يديكم حكو غير بشوية فانا غير مصرع على الفيديو صافي كنحك الخضيرة ديالي حتى نكملها وهنا يا ساليج فانا قطعت حتى البطاطا ونصبس بثالي باقى مع ذيك البصيلة الصغيرة وهنا يا عندي التوابل غنبتنسا وبشترمولا باش غنشرم السرديل وغننسم بها حتى الخضيرة عندي جوج ديال الفصوص ديالتومة محكوكين والملحاسة بالطوق وواحد مع القصغيرة ديال الفلفلحة مرحلوه ومع القصغيرة ديال الخرقوم عود مطحون وشوية ديال القرفة ومع القصغيرة ديال سكين جبير ومع القصغيرة ديال كامون مطحون وشوية ديال ابزر ومع القصغيرة ديال القصبور حبوب مطحون وواحد شوية ديال الهريسة اختيارية هادو هما التوابل وكيف مما قلت لكم ياد عندي عصير نصف حمضة وعندي واحدة الربع ديال الكس او فيت واحد شوية الربع ديال الكس ديال زيت زيتون مخلطة مع الزيت ديال المائدة او هنيا كنزيد قصبور ومعد نوس مقطعين فوق التوابل المهم الفيديو راح شرح نفسه وهنيا غنخلط وكنزيد العصير ديال الحامض وكنزيد الزيت وكنخلي شوية باش غننصب وكنخلط مزيان فانا السرديل اللي عندي كامل قطعت ليه بديل ديالو صافي ونبدأ نشرمل وحدة بوحدة فانا كنشرملهم مزيان من الوسط وكنحط وحدة فوق وحدة فالطبسيل صافي وغنبقى مستمره حتى نكمل الكمية اللي عندي ديال السرديل وهنا يا صافي ثاليد فانا شرملتهم مزيان وهات الشرمولة اللي بقى ليه غنستعملها في الطاجين مع الخضيرة صافي هنا يا عندي الطاجين كنوضع فيه ذاك الزيت اللي خليت من ذاك الربع ديال الزيت ديال الكاز ديال الزيت وشوية وكنزيد البصيلة الخضارية اللي قطعت مع ذاك النص ديال بسباسة ونضيف خيزه نقطع دوائر صافي كنوضعهم ونزيد البطاطة فانا الخضار ديالي قطعتهم مرقاق باش ضغيه كي طيبو كيف مما كان عارفو السردي المغاقية خدش وقت بزاك في الطيب صافي وكنوضع شوية من هاد الشرمولة باش كننسمو والملح حسب الضلق الخضيرة ديالنا وهنا يصافي كنناخد استرديلات كنبدو نوضع وحده بوحده كيف ما كنتشوفوا معي فانا عندي الطاجين فيه ذاك الحديدة ذاك الشي عليش كنخلي استرديلات مجموعين بحل هكا غير كنحطهم فانا باقى غنسرحهم من بعد ما نعمر الخضراء من الواسط مهم الفيديو شارح نفسه كيف ما كنتلاحظو معايا بقيت كننضور السرديل واحدة 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 باش غنعمر الواسط ديال السرديل وعاد كننجمعو فانا السرديل كي يخصتني نحله على الطاجين يكون كله مفتوح ولكن كينا ذاك الحديدة ما بغيتش ذاك الحديدة تقيت ليه السرديل صافي وبديت كنوضع الخضراء وضعت الدنجل والمكور مع الجازر خيزو محكوك وكنزيد الشرمولة وكنزيد الزيتون مقطع وكنزيد شوية المليحة الملح دائما حسب الضوق صافي وكنبتنجمع كيف مما كنتشوفو فانا كانت مفرشة شوية ديال السرديل ووضعت فوق منو الخضيرة ديالنا اللي وجد مع الشرمولة والزيتون عاد بديت كننجمع السرديل بها الطريقة وكيجي في شكل ديال وزوين وحتف الماضاق صدقوني الى جربتو هات الطاجين غاي عجبكم كيجي لديت بزاف صافي قطعت واحد الماطيشة صغيرة وقطعت واحد النص ديال الفلفل دوائر وضورتها بالحبة ديال الماطيشة وكنزيد واحد المزود ديال الحار وشوية ديال الزيتون وخضيت الورق وبدت كان مسحة طاجين من جنب ديك شرمولة ديال السرديل اللي قيسة وغنزيد واحد طريف ديال الحامض صافي كان كنوش جد طويجين بصراحة كيجي كيجي وهنايا كنوضع الحديدة فوق البوطة وكنقضي الطاجين كيفما كتشوفوا معي ما كنزيدوا لا ماء لا حتى شي حاجة كنخليها على نار مهيلة ومحده كيسخن ومحده كي يطلق الميها دياله لا استردين ولا الخضر فهما كيتلقوا لنا الماء دابا نوريكم الماء اللي غايكونو طالقي وانتوما الخضيرات اللي قتلين المارا اول ما فش غيطيب لنا الطاجين غنخليه يطيب على نار متوسطة دابا حتى يطيب ورجع معاكم وهناي الطويجين ديالي يطاب وريحتو كتشهي وما نقول لكم شعلا الماضاق اللي فيه كيجي لديد بزاف انتمنى منكم تجربوه كيجي شهوه منو وطايب السردين مع الخضر طايبين زبدة ولي شهيتها وحملة تسمح لي وكتكون هذه هي اغذي وتنال اللهم ادمها علينا نعمة وحفظها من الزوال فجربوها الطاجين بزحتكم وراحتكم وكنتمنى لكم خفيفة ضريفة على قلوبكم تهلا وفريوسكم وما تنسونيش من تشجيعاتكم الى اللقاء اشتركوا في القناة أشتركوا في القناة